بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال سنقول أعدادي أهلا بيكم من جديد كل سنة وإنتوا طيبين هنبدأ منهجنا منهج لأعدادي وعلى فكرة إحنا هنبدأ نحصد اللي إحنا خدناه قبل كده في الابتدائي وفي منهج كناكت فإحنا دلوقتي بدأنا الحصاد الحصاد يعني نبدأ بقى نشوف التعب اللي كنا تعبناه في الابتدائي وهنلاقي حاجات كتير جدا خدناها قبل كده سواء كانت كلمات في منهجنا الجديد Hello Beyond Words يعني ما وراء الكلمات منهجنا اسمه Hello Beyond Words المنهج جميل جدا ولذيذ كده وحاجة شيقة وحلوة وممتعة ولكن أنت ممكن في البداية تحس بشوية لخبطة اللخبطة دي حاجة طبيعي لأن أنت بتغير مرحلة لمرحلة منهج لمنهج نظام لنظام فهتلاقي في حاجات كده في الإنجليزي هنركز عليها وهنتكلم فيها مكناش بنتكلم فيها قبل كده هتلاقي في مصوص قراءة دي لازم تتقري الكلمات طبعا لازم تتحفظ التعبيرات وحروف الجر بقت خطيرة جدا نوعي لازم لازم تهتم بيها هتلاقي في حاجة اسمها Prefix اللي هما الحروف كده اللي بتتحط في أول الكلمة برضو بنعرفها زي مثلا أن اللي بفيدي العكس في حاجة اسمها الصفكس الحروف اللي بتضاف في آخر الكلمة وتغيرها زي مثلا في حاجات كده هنهتم بيها هتلاقي كمان اسئلة جديدة زي سؤالي المحادسة فلازم نعرف مهارة تكوين سؤال وأننا نجاوب ومهارة الحاجات دي كلها ان شاء الله هنطقنها جدا وحنشرحها هنشرح المنهج كامل زي ما عودناك هنحل التمارين هيكون في مراجعات هيكون في امتحانات هنكون معاك لغاية ليلة الامتحان إن شاء الله القناة دي اسمها Mr. English للي بيتفرج علينا لأول مرة أنا اسمي Mr. مصطفى هشتغل من كتاب المعاصر ويشرفني أنك تتبعني طول السنة وإن شاء الله إن شاء الله باهتمامك ومذكرتك هيبقى الإنجليزي ده إن شاء الله كده حاجة يعني لعبتك هيبقى حاجة سهلة جدا وبسيطة جدا ولكن امشي معايا أول باول واحفظ معايا طبعا برغم إن حفظ الكلمات مهم جدا ولازم تحفظ كلمات فبرضو الحاجة اللي مهمة زيه وممكن أكتر كمان إنك تحفظ تعبيرات على بعضها مش حاوز أقولك جمل بس فعلا لو قدرت تحفظ جمل احفظ جمل في البداية إنت لازم تحفظ كتير ولازم تحفظ تعبيرات بقير إن تركيزك في موضوع الريدينج والليسنينج هيخلي البراجراف ده برضو حاجة عندك بسيطة وسهلة جدا فبس مطلوب منك يا بطل ما تفوتش أي فيديو معزرة بقى للمقدمة الطويلة دي ولكن بس أنا كنت عاوز أقولك النظام اللي إحنا هنمشي عليه إن شاء الله طبعا إنت بتحضر الفيديو كأنك بالضبط قاعد في ساشن معاك كراستك ومعاك ألمك هتقعد وهتركز معي هتلاقيني مثلا بقولك أحيانا ملاحظات مش موجودة من الكتاب فهنا برضو الحاجات دي لازم تدونها ولازم تكتبها فيلا بنا يا أبطال من غير ما نضيع أي وقت كبير نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ أول ينت معانا في منهجنا يعني أجازة صيف أو فصل الصيف رائع طبعا إحنا خلاص يعني خلصنا فصل الصيف أو المفروض إننا خلصنا أجازة الصيف مداخلين على الدراسة فبالتالي السمر دا بالنسبة لنا ماضي الأجازة الصيفية دي خلاص بقت ماضي علشان كده هناخد أصلا في أول جرامر عندنا زمن الماضي طيب تعال نبدأ مع بعض منهجنا الجميل دا ونشوف بيقولنا إيه بس قبل ما نبدأ ما تنساش إن دعمك لنا مهم جدا واللايك الجميلة بتاعتك بتفرق معنا جدا كذلك اشتراكك في القناة بفيدنا وبدعمنا وكمان هيخليك تتابعنا أول بأول فيلا بينا يا ابطال نبدأ مع بعض أول درس عندنا وبالمناسبة إحنا بناخد درسين 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 هناخد مع بعض مع بعض فحناخد الدروس دي مع بعضها ولكن أحيانا كده هتلاقيني بقولك في حصة مهارات في حصة جرامر لأ الجرامر مش هقوله الحصة دي هيبقى في حصة خاصة بكده يعني يلا بينا يا ابطال نقول بسم الله ونبدأ مع بعض فيديو نهارده طيب مبدئيا مش كل الكلمات هتتعرض في السلايدز هنعرض بعض الكلمات هنا وبعض الكلمات طبعا هنقراها من كتابنا كتاب المعاصر وكل الكلمات سواء كانت هنا أو من الكتاب كلمات مهمة جدا عذرني بس أنا بتكلم كتير لأن احنا لسا في الأول وبقولك على النظام طيب يعني توان الوحدة الأولى صيف عظيم أو أجازة صيف عظيمة هناخد لسنز وان ان تو الجرامر هنخليه الساشن الجاي إن شاء الله عندنا لسن وان درس الأول اسمه انشطة العطلة انشطة العطلة الانشطة اللي بنعملها في العطلة الصيفية وهي الدرس التاني هنبدأ بأول كلمة معانا قلتلك حتلاقي كلمات كتير جدا احنا عارفينها لأن احنا دلوقتي بنحصود اللي احنا خدناها في كونيكت وعندنا كلمة لأ الكلمة دي جديدة بقى تورنامينت تورنامينت اللي هي البطولة أو الدوري تمام التورنامينت بطولة كذا فريق بيتنافس علشان يكسب فريق يكسب في الآخر وياخد البطولة أو الدوري البطولة أو الدوري اسمها تورنامينت 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 لأ دي كلمة جديدة تورنامينت تورنامينت هيبقى فيه بعد كده حاجة اسمها win a tournament يفوز بالبطولة أو يفوز بالدوري واركشوب وارشة واركشوب 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 وارشة مدرب فريق اسمه المدرب بتاع الفريق متطوع واحد بيعمل الحاجة بدون مقابل طيب عندنا حاجة جاية من الكلمة دي اللي هي تطوعي عمل تطوعي وتاخد مثلا يقوم بعمل تطوعي ففولنتير متطوع طيب عندنا بعد كده يعني منشور في منتدى تمام؟ منشور في منتدى طيب وبعد كده عندنا مركز اعادة تدوير مركز اعادة تدوير مركز اعادة تدوير مركز الكلمة اللي بعد كده فارغ وعندنا الزكاء الكلمة هنأخذ أول حرف وهنأخذ أول حرف هيبقى capital وهيبقى capital أنقول AI اللي هو الذكاء الاصطناعي طيب خلاص يتخيل أعقد بقى أتخيل في ناس كده وهي بتلعب كرة في الشارع هتتخيل أنه هم بقى فريق في بطولة يتخيل في حاجة بقى عاوز أقولك عليها هتلاقي في كتابك مثلا كلمة imagine وجنبها D وجنبها V ركز بقى في الحاجة دي ايه الدي دي مثلا الدي دي اللي هي الماضي بتاع imagine هنضيف D أحيانا هتلاقي بين قصين E D يبقى الماضي هنضيف E D علشان تبقى ماضي الأفعال المنتظمة بنعمل لها كده بنحط كده بين قصين E D أو D أو بين قصين I E D لو أنت مثلا بتاخد الفعل كاري كاري يحمل فهتلاقي بين قصين I E D يبقى الماضي منه كده هنخلي ال Y I ونضيف E D طيب خلاص أنا عرفت موضوع D وال E D وال I E D ده الماضي إيه بقى ال V لا أنت مش هتلاقي V بس ركز بقى معايا يا حبيبي أنت هتلاقي مثلا مرة هتلاقي V ومرة هتلاقي N ومرة مثلا هتلاقي A D J ومرة هتلاقي A D V ومرة هتلاقي P R E P طيب إيه ده؟ ده نوع الكلمة الكلمة دي نوعها إيه؟ نوعها إيه في أجزاء الكلام؟ فال V يعني VERB، فعل الكلمة دي نوعها VERB، فعل الن يعني الكلمة دي نوعها إسم الكلمة دي نوعها إسم تمام؟ الكلمة دي نوعها أدجيكتف", صفة الكلمة دي نوعها أدجيكتف ال A D D يعني الكلمة دي نوعها 대 connotation أدفر، ظرف ال-P-R-E-P الكلمة دي نوعها preposition حرف جر preposition حرف جر فنوع الكلمة ايه اللي بين الاقواص ده نوع الكلمة ايه فال-V يعني الكلمة دي verb فعلا طب يا مصدر هي هتفرق هتفرق ان انا عرف نوع الكلمة طبعا مليون في المية هتفرق معرفتك لنوع الكلمة هيسهل عليك انك تخمن معنى كلمة جديدة اصلا الكلمة دي جديدة علي طيب انا هبص للكلمة هعرف الكلمة دي نوعها ايه ازاي هعرف يعني مثلا لو لقيت بعدها اسم فهعرف ان الكلمة دي صفة زي ما لسه قيل لك مثلا do a voluntary work وليكن مثلا كلمة voluntary كلمة جديدة علي فهو بص هو واضح ان هي adjective صفة ليه بعدها اسم والصفة بتيجي قبل الاسم فاولا معرفتي بنوع الكلمة هيسهل علي حاجات كتير اكيد انا مش هفكر في فعل مش هفكر في حرف جر انا دماغي هتروح لصفة مش هفكر في فعل خلاص انا دماغي هتروح كده لمنطقة الصفات ابدأ ادور في الصفات ومن خلال بقى معنى الجملة كله ابدأ استنتج المعنى ففي حاجتين علشان تستنتج معنى كلمة جديدة وطبعا دي هتقابلك هتقابلك هتشوف كلمات جديدة ده لازم كلمات جديدة ممرتش عليك قبل كده طيب اتصرف ازاي حدد نوع الكلمة ايه وتاني حاجة من خلال الجملة كلها هتقدر انك تستنتج ان شاء الله معنى الكلمة عندنا بعد كده كلمة talented talented موهوب talented talented نوعها ايه هتلاقي جنبها كده A D J يعني adjective الكلمة دي صفة talented talented موهوب talented girl بنت موهوبة talented boy ولد موهوب talented tiring tiring متعب خلي بالك بقى بص يا بطل والملحوظة دي برضو موجودة عندنا في كتابنا الفرق بين tired و tiring و برضو تكلمنا في الموضوع ده زمان tired لما تنتهي ب E D ده وصف الشعور انا شعوري tired متعب I feel tired أو I am tired انا متعب ده شعوري انا tired اما tiring اللي بال I N G ده المسبب ده متعب متعب اكي في حاجة متعبة اه مثلا playing football لعب كرت القدم for a long time لمدة طويلة is tiring متعب فال I N G المسبب tire ring متعب متعب tire ring tire ring متعب community garden حضيقة المجتمع والحضيقة المجتمعية الحضيقة اللي بيساهم فيها المجتمع اللي مشرف عليها المجتمع community garden community garden طيب rapper الغلاف rapper سواء مثلا غلاف شوكولطاية غلاف كرام الله rapper 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 activity نشاط activity طيب دي انشطة عاوزين نجمعها تمام نخلي ال Y I ونضيف E S وممكن نقول summer activities انشطة الصيف ده اسم الدرس الاول activities انشطة activities activities و activity نشاط activity طيب عندنا بعد كده posters ملصقات posters posters parents الوالدين parents 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 وعندنا بقى grant في الاول هتكبرهم بقى grandparents الاجداد grandparents software برنامج حاسوب برنامج كمبيوتر او برنامج على الموبايل اسمه software 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 البرنامج اسمه software software score يحرز هدف او يسجل هدف score علشان كده هنقول score goals يحرز اهداف score 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 وعندنا كلمة nervous ياريها معنيين nervous عصبي واحدة متعصب بزعق nervous او متوتر nervous 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 he feels nervous هو يشعر بالتوتر nervous اما كلمة safe safe يعني امن safe safe طبعا الكلمة دي نوعها adjective الكلمة دي نوعها adjective صفة هناخد ان السننم لها المراضف لها protected واحد امن في امان يعني محمي protected محمي safe امن طيب عندنا بعد كده كلمة kick او الفعل kick لانك هتلاقي جنب kick هتلاقي v وهتلاقي ed خلاص احنا عرفنا v يعني الكلمة دي نوعها verb فعل kick يركل الكرة يشوط الكرة وال ed بقى انا هكون مضيها باضافة ed وتبقى kicked ركلة الكرة شاط الكرة kick kicked وعندنا adults اللي هما الاشخاص الراشدين او الاشخاص الناضجين الكبار adults 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 والمفرد adult local محلي تمام local حاجة كده محلية local area منطقة محلية local project مشروع محلي نشاط محلي local local goals اهداف goals goals سواء اهداف بتحرزها مثلا في كرة القدم او اهداف في حياتك عاوز تحققها goals goals علشان كده في مثلا حاجة اسمها اه score score goals يحرز اهداف في حاجة اسمها achieve يحقق achieve goals يحقق اهداف انا عندي اهداف وعاوز احققها achieve goals فgoals اللي هي الاهداف mention mention يذكر يذكر mention 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 بتذكر اسم واحد بتقوله mention 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 طيب mention هتلاقي جنبه ايه هتلاقي جنبه ed وهتلاقي جنبه v mention يذكر او يشير الى تمام mention mention والماضي mentioned والكلمة دي نوعها verb blog post منشور في مدونة blog اللي هي المدونة post اللي هو المنشور blog post منشور في مدونة كنا خدنا firm post منشور في منتدى لسا اخدينها من شوية عندنا الفعل join اللي هو ينضم لي او يلطحق بي والpast منها join 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 okay join ينضم لي فريق محلي join join وده فعل منتظم join الماضي عندنا جيران neighbors neighbors خلي بالك neighbors ممكن مرت قبلك مكتوبة كده فيها حرف u زيادة n e i g h b o u r s ماشي صح تمام neighbors 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 الجيران neighbors neighbors i played football with my neighbors انا لعبت كرة مع جيراني in the street في الشارع neighbors جيران football club ما دي كرة قدم football club football club excited متحمس excited i felt excited i was excited لو انا بتكلم ماضي famous مشهور famous 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 team فريق مشهور area منطقة علشان نقول local area منطقة محلية area 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 نقول green area منطقة خضراء طيب دي كانت اخر سلايد هل الكلمات خلصت لا طبعا ولكن تعالنا نبص في الكتاب ونكمل الكلمات من الكتاب ودلوقتي فتحنا كتابنا وعندنا يعنيت one الوحدة الاولى a great summer تمام وعندنا الدرس الاول والتاني وطبعا الكلمات دي احنا لسه ايلنها لغاية كلمة area وطبعا جنب كل كلمة بتلاقي نوعها زي ما قلتلك بتلاقي مثلا اي دي بتلاقي الماضي بتكون باي دي بتلاقي في تمرين هنا جميل جدا فتعالى بناء على اللي احنا قلناه نجاوب على التمرين ده طبعا انت عندك tiring couch tournament workshop vacations قالك complete the following sentences اكمل الجمل using the words in the box باستخدام الكلمات اللي في السندوق tiring متعب coach مدرب tournament دوري او بطولة workshop ورشة vacations اجازات وعطلات we can do many activities طبعا do activities يعني يؤدي انشطة in summer احنا بنعمل انشطة في summer vacations طبعا في العطلات الصيفية طيب my dad works in بيعمل فيه بابا بيعمل فيه اه يطرا near our house بالقرب من بيتنا بابا يشتغل فيه اكيد workshop workshop طيب it's a to stay up too late stay up too late يعني تصهر every night كل ليلة حاجة ايه انك تصهر كل ليلة حاجة tiring حاجة متعبة our team فرقنا took part in شارك فيه a football ايه هو شارك فيه a football last year السنة اللي فاتت شارك فيه a football tournament في بطولة كرة قدم دوري كرة قدم last year العام الماضي نكمل كلمتنا احنا خلاص قلنا الكلمات دي تمام تعال نكمل كلمتنا وعندنا يلاحظ يعني notice 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 والفعل ده فعلي منتزم هنضيف دي ويبقى ماضي نوعك ايه notice نوعك ايه كلمة نوعي verb notice notice طيب علب من المعدن cans اللي مفرد منها can can علبة صفيح علبة من المعدن اجمعها cans نوعك ايه cans noun اسم لقاء او اجتماع meeting 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 والكلمة دي noun اسم اجتماع meeting كلمة member عضو في فريق member نقول مثلا a team member 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 عضو في فريق نوعك ايه member noun اسم طيب young people الشباب young people young people young people young people it's for young people هي للشباب young people الشباب بعد كده عندنا solve يحل solve زي مثلا solve problems solve problems يحل المشكلات solve solve هنضيف دي تبقى ماضي الكلمة دي نوعها verb بفعل solve مشروع project 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 خلاص لأن noun قائد leader 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 قائد noun اسم ممكن اوصفه واقول مثلا a wise leader قائد حكيم يجمع بتلم حاجة collect 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 ضف الله ايه دي هتبقى ماضي collected القمامة letter 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 او الكلمة دي نوعها نعون اسم طب يا مستر هو ممكن اقول collect letter اه يجمع القمامة collect letter collect letter collect letter يجمع القمامة من المتلازمات اللي بتيجي مع بعض كده collect letter يجمع القمامة وعلى فكرة ده activity نشاط ممكن الناس تتطوع وتعملوا في اجازة الصيف ايجابي positive 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 ودي صفة بتصف حاجة او حد هو ايجابي علشان كده جنبها adjective صفة positive positive مندهش surprised surprised مندهش يكرر repeat 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 طيب repeated كرره ده الماضي repeat after me قول ورايا كرر ورايا الحروف الابجادية alphabet 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 English alphabet 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 الخاصة او على وجه الخصوص specially 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 تحديدا خصوصا على وجه الخصوص check check يختبر او يفحص check 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 لما بعد ما نخلص مثلا الكلمات فبنعمل كده check your understanding اختبر فهمك للدارس check check يختبر او يفحص ضيف ايدي هيبقى ماضي قالب شوكولاتة chocolate bar chocolate bar chocolate bar chocolate bar قالب شوكولاتة ويه جديد new نوعها ايه new adjective صفة اوصف حاجة انها new جديدة تعال بقى هنا برضو من الحاجات الجديدة اللي بتظهر قدامك التصريف التالت هو انا اعرف teach واعرف tote انا عارف teach مضارع وتوت ماضي ايه ده بقى ده التصريف التالت ويمكن من يومين كنا نزلنا فيديو على الفيسبوك على صفحة ميستر انجليزي على الفيسبوك واتكلمنا فيه على التصريف التالت واستخدامات التصريف التالت انت هتحتاجه بعد كده لما تيجي تاخد المضارع التام الماضي التام لما تيجي تاخد المبني للمجهول هتحتاج التصريف التالت واحنا دلوقتي احيانا بنستخدمه كصفة يعني تصريف التالت برضو بيستخدم كصفة فالتصريف التالت دلوقتي اعرفه ويحفظه مش معنى ان هو مش عليك انك ما تهتمش به لا انت لازم تعرفه وتحفظه علشان يكون عندك حصيلة قوية من التصريف التالت فلما نيجي ندرسه وقولك المضارع التام بيتكون من have و has والتصريف التالت فيبقى خلاص التصريف التالت انا عارفه اصلا تمام يدرس او يعلم teach ماضيها taught التصريف التالت taught مش دايما التاني بيكون زي التالت ده التصريف الاول اللي هو المضارع وده التصريف التاني بيبقى الماضي الماضي هو التصريف التاني دايما والتصريف التالت taught ونصيحة مني بتقول التالتة مع بعض teach taught taught علشان التالتة كده يرتبطوا بعض ويتحفظوا مرة واحدة teach taught taught teach taught taught يقول say طيب قال said والتصريف التالت said say said said say said said say said said يفوز when زي win a tournament يفوز ببطولة when وماضيها one والتصريف التالت one one يعني فاز win one one win one one تغرب الشمس set الفعل ده set الشمس بتغرب set طيب التصريف التاني set والتصريف التالت set 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 مستر انا نلاحظ ان كل الافعال انت بتقولها افعال غير منتظمة يعني مفيش ولا فعل منتظم لا ما هو الافعال منتظمة اللي بنضف لها ad علشان تبقى ماضي ما بنحطهاش هنا لان هي مش مستهلة تحط لها جدول لان دايما الافعال منتظمة بيبقى التاني زي التالت وخلاص بنضيف ad هنا وهنا بنضيف d هنا وهنا يعني مثلا بنقول play played played بس خلاص دايما الافعال منتظمة بتبقى كده فمعروف قعدتها مش محتاجة نقولها في جدول طيب يفهم understand 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 يفهم understand ماضيها او التصريف التاني understood understood والتصريف التالت understood يبقى عندي understand understood understood مستر معلش انا ملاحظ اني دايما التاني زي التالت برضو taught taught set set one one set set understand understood يا حبيبي مش دايما فعلى سبيل المثال بص للفعل اللي جاي ينمو او يتزايد grow 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 طيب التصريف التاني grew 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 طيب التصريف التالت grown 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 grow grew grown طيب يغادر leave 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 يغادر او يترك leave والماضي left اللي هي غادرة او ترك leave left والتصريف التالت left leave left left leave left left يقرأ بص المضارع والماضي والتصريف التالت نفس الحروف بس نوت 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 الكلمة بيختلف النوت او يقرأ read 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 الماضي برغم ان هو نفس الحروف بس هنطقوا red read red read red read red read read red read 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 زي اللون الاحمر كده لو قلت i read اعرف ان انا بقولك انا قرأت يكتب write هنا برضو التالت تصريفات مختلفين الاول غير التاني غير التالت يكتب write write طيب الماضي wrote wrote والتصريف التالت written write wrote written write wrote written عاوزك تركز معي قوي في المتلازمات اللفظية الكلمات كده اللي بيجوا مع بعض يعني مثلا win نقول win a tournament مع بعض كده يفوز ببطولة win a tournament win a tournament يفوز ببطولة نقول مثلا have have fun مع بعض كده have fun يستمتع يمرح have fun عندنا have a better life يحصل على حياة افضل have a better life better افضل have a better life عندنا score goals يحرز اهداف score goals عندنا make بيجي مع ميك مثلا make a mistake يرتكب خطأ make a mistake يخطئ make a mistake عندنا make changes يحدث تغيرات make changes make changes عندنا make a poster يصمم ملصق او يعد ملصق make a poster make a poster فالمتلازمات اللفظية برضو مهمة وحاجة جديدة برضو الكلمة بناخد السنانم بتاعها مراضفها اللي هو meaning معناها وبناخد الانتنم الانتنم اللي هو عكسها او opposite تمام برضو لازم تتعارف يعني مثلا when يفوز مراضفها ايه السنانم لها كلمة السنانم مراضف ولازم تعرف كلمة سنانم يا بطل السنانم مراضف المراضف بتاع when achieve ينجز ويحقق بفوز بحاجة يبقى بحققها بقى انجزها يبقى when achieve دول متراضفات طيب عكس when الانتنم بقى العكس lose يخسر lose طيب عندنا start يبدأ ايه السنانم لها مراضفها begin begin برضو يبدأ begin 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 كيف بقى الانتنم بتاع start finish واحد بيبدأ واحد finish بيخلص او end ينتهي فده opposite او الانتنم للكلمة طيب امن safe safe امن في امان السنانم لها مراضفها protected محمي protected 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 طيب protected محمي طيب الانتنم بقى عكسها عكسها dangerous خطير dangerous dangerous حاجة امنة وحاجة خطيرة safe dangerous عكسه طيب عندي غريب strange حاجة strange حاجة غريبة strange strange طيب ايه السنانم لها مراضفها الحاجة الغريبة مراضفها unusual غير عادية unusual حاجة غير عادية unusual طيب ايه الانتنم مضاد strange الحاجة الغريبة الحاجة normal عادية متعودين عليها normal حاجة usual معتادة usual حاجة common مألوفة common usual normal حاجة احنا متعودين عليها وعارفينها ومألوفة بالنسبة لنا عندنا possible محتمل او ممكن ممكن ليه لا possible وارد الحدوث possible مراضفها السنانم لها likely likely محتملة الحدوث likely probable من المحتمل probable اما impossible مستحيل فده الانتنم عكسها impossible حط م في الاول م في الاول ده اسمه prefix هيفيد العكس هيحول possible لعكسها للانتنم بتاعها هيخلي الحاجة الممكنة مستحيلة possible impossible فمناسبة بقى الprefix والsuffix تعال نتعرف عليهم حناخد suffix er والsuffix asian a-t-i-o-n والsuffix ed وتعال نشوف كل واحد بيعمل ايه ال-er لما تحط مثلا لplay play يلعب فعل لما تحط er بقى لاعب بقى اسم فال-er عمل ايه خلى الفعل اسم يعني تحط لplay وخلى player يلعب بقى لاعب الفعل lead يقود لما تحط لير اكي بقى leader قائد بقى نعون اسم الفعل teach يعلم teach طيب لما نحط لي er فالsuffix er هيحول teach ل teacher المعلم بقى اسم طيب بالنسبة a-t-i-o-n Asian برضو لما بيتحط الفعل هيخليه اسم يعني انا عندي مثلا الفعل prepare يعد او يجهز prepare p-r-e p-a-r-e تعالا نضيف نزود عليه Asian هنحزف ال-e وهتبقى الكلمة preparation الاعداد او التجهيز او الاستعداد preparation 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 حتى ال-e-d بتتحطي للفعل والاسم تعمل منه صفة عندي مثلا كلمة talent talent الموهبة بقت talented لما ضيفتي ed بقت talented موهوب talented عندي surprise يدهش يفاجئ لما تحطي ed بقت صفة بقت surprised مندهش متفاجئ surprised surprised طيب تعال يا بطل نحل التمريل ده مع بعض هنا بيقولي we add احنا بنضيف the suffix يا طرى بنضيف suffix ed ولا er ولا ly ولا ment m-e-n-t يا طرى مين فيهم اللي بيتضاف to form the noun علشان نشكل اسم علشان نكون اسم علشان نعمل اسم زي ما قلت لك يا بطل في اول فيديو انت ممكن تكون شايف حاجات غريبة بس بجد يعني هي في الاول بس في البداية بس غريبة بس بالتعود هتلاقي الموضوع ده سهل جدا 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 بالنسبة لها يا طرى انا بضيف ايه علشان نعمل اس of the verb من الفعل lead تعال نجرب كده الاربعة هل انا بقول leadment هل انا بقول leadly هل انا بقول leader هل انا بقول leaded لأ انا بقول leader leader قائد lead يقود leader قائد طيب ذا سفكس ايه ترى دا ولا دا ولا دا ولا دا الor ولا الous ولا الed ولا ing changes بيغير the word talent بيغير كلمة talent اللي هي موهبة into الى an adjective الى صفة talent طيب تعال نجرب الاربعة talenting talented talentus talenter لأ talented موهوب talented موهوب فال-ed هو اللي هيغير talent ويخليها صفة طيب the opposite of the word safe opposite ممكن مرة يقولك anthonym هي هي عكس عكس كلمة safe امن عكسها عكسها dangerous خطير طيب بعد كده بيقولي the synonym مراضف the synonym of the word strange كلمة strange غريب مراضفها هل مراضفها usual عادي common مألوف وشائع ولا normal طبيعي لا لا ولا دا ولا دا مراضفها unusual غير عادي خلي بالك من الفروق دي يا بطل معايا q u i e t haady quiet quiet be quiet كن هادي دي صفة quiet هادي quiet ماشي our street is quiet شارعنا هادي and very safe وآمن طيب ال-e-t لو بال-e-t تبقى هادي طيب لو هي q u i t quiet إلى حد ما يعني شو هي لو زادت كده تبقى very بس هي quiet إلى حد ما شفت بدلت الحرفين فالكلمة تغيرت quiet إلى حد ما تمام الكلمة دي نوعها ظرف adverb وبيجي وراها adjective صفة quite good إلى حد ما جيد هو يضحك عليك ويكتبها لك q u i e t ليها هادي لا هي q u i t quite إلى حد ما لكن من الثانية q u i t q u i t haدي لكن d q u i t she is quite good هي إلى حد ما جيدة at tennis في التنس طيب بعد كده احنا تكلمنا تايرينج و تايرد تايرينج اللي بال i n g تايرينج متعب مجهد دي الحاجة نفسها مجهدة ومتعبة بتجهدني تايرينج his work الشغل بتاعه العمل بتاعه is so تايرينج متعب جدا اما تايرد اللي بالايدي تايرد ده شعوري انا احساسي انا تايرد متعب وصف الشعور تايرد متعب i feel tired he works for a long time هو بيعمل مدة طويلة so he feels علشان كده هو بيشعر انه هو تايرد متعب لكن تايرينج متعب تايرد متعب تايرينج اللي بالاي نجي المسبب واللي بالايدي الشعور اخر حاجة هنبص في الفرق بينها instead وinstead of طيب كلمة instead البطل مركز معايا طبعا instead بس معناها بدلا من ذلك فما تجيبش ورها حاجة instead بدلا من ذلك وخلاص اتعرف بدلا من ايه انا قلت كلام وبعد كده قلت instead وقفلت فإنستاد بتيجي في الآخر في آخر الجملة تمام instead بدلا من ذلك بتيجي في الآخر وتأثل وراه زي هو لم يستخدم سيارته استخدم سيارة بابا instead بدلا من ذلك قلت instead وقفلت الجملة وخلاص ده بالنسبة instead بدلا من ذلك بتيجي في نهاية الجملة التانية طيب instead of بدلا من ولازم اكمل بقى بدلا من ايه تمام instead of بدلا من مفيش ذلك فيها instead بس الصغيرة دي بدلا من ذلك لكن instead of بدلا من ما ينفعش تقولها وتسكت instead of بتكمل وراها ممكن تكمل وراها بايه بصه واخدها قاعدة حروف الجر في الغالب بيجي وراها اسم او فعل مضاف له ing فهنا هقول it was fun to be a teacher حاجة ممتعة اننا اكون مدرس instead of بدلا من بدلا من ولازم اكمل بدلا من استياد بدلا من اننا طالب فجي ايه بعد انستيد of اسم استياد طالب instead of بدلا من doing his homework بدلا من القيام بواجبه جي ايه بعد instead of فعل مضاف له ing instead of doing his homework he went to bed راح ينام بدلا من انه يعمل الواجب ام راح ينام ف instead بس بدلا من ذلك تيجي في اخر الجملة وشكرا خلاص ما جيبش حاجة وراها اما instead of بدلا من اجيب وراها اسم او فعل مضاف له ing بالنسبة للexpressions هنحفظها مستر اه يا بطل هنحفظها التعبيرات اه التعبيرات write stories يكتب قصص يقلف قصص write stories ممكن نشاط نعمله في الاجازة write stories وممكن نستعين بالAI بالذكاء الاصطناعي to write stories for a while لبعض الوقت لمدة من الوقت for a while for a while for a while for a while لبعض الوقت لمدة من الوقت i was nervous for a while انا كنت متوتر بس يعني شوية لبعض من الوقت بعد كده خلاص خلاص خلت على المكان for a while tried my best بذلت أقصى قهدي بذلت قصارى قهدي tried my best i tried my best حيوة تعبير دا i tried my best بذلت قصارى قهدي بذلت قصارى قهدي طيب join the team ينضم إلى الفريق join the team وعندي take part in يشارك فيه take part in take part in وخلي بالك قوي من help out لو سمحت خلي بالك من help out وhelp out at help out يمد يد العون يقدم المساعدة help out at يساعد فيه help out علشان خطري خلي بالك من help out عندي collect يجمع collect litter يجمع القمامة collect litter collect litter give a helping hand يمد يد العون أو يقدم المساعدة برضو give a helping hand give a helping hand برضو خلي بالك من التعبير دا لو سمحت give a helping hand give a helping hand طيب يتعلم يتعلم شيء جديد learn something new learn something new learn something new ممتع للغاية really fun it's really fun or it was really fun لو انا بتكلم ماضي نهاية رائعة an amazing end an amazing end نهاية رائعة بالنسبة لل prepositions حروف الجر فعندي clean up ينظف clean up clean up كلمات دي كلها أو العبارات دي كلها مضافلها ايه prepositions حروف جر at first في البداية نقول كده يا ولاد at first ما نقول شيء in first نقول at first at first طيب عندي decide to يقرر أن بيجي بعدها ال inf ده ده ال infinitive الفعل في المصدر decide to join يقرر أن ينضم لي decide to join a team أو join the team يقرر أن ينضم لي الفريق decide to مهم قوي قوي decide to برضو يقرر أن بيجي بعدها مصدر خلي بالك قوي ويحفظ دي يا بطل الحاجات دي بنركز عليها كتير جدا وبتيجي كتير جدا في الأسئلة ايه مستر وانت عرفت الأسئلة لسه اه يا حبيبي ما هو دايما منهج لعدادي بيكون التركيز على الحاجات دي دايما حتى المنهج اللي فات واللي قبله واللي قبله بيكون في تركيز على الكلمة والسنانوم والانتنوم بتاعها التعبيرات حروف الجر طيب لمدة أو طوال لمدة ستة أسابيع مقبلة لسه مقبلة لسه هتيجي في نهاية في نهاية الصيف في نهاية ينتظر واجيب بعدها انا مستني ايه في العربي انا بقول ينتظر وبجيب المفعول وراها على طول ينتظر للأوتوبيس لكن في الإنجلش متقدرش تقول wait the bus لازم تضيف for wait for the bus مستني أحمد wait for أحمد لازم تجيب بعدها الشخص اللي أنا مستني أو الشيء اللي أنا مستني اسمها wait for wait for pick up يلتقط برضو يجمع letter القمامة from من يعني مثلا pick up letter from the park يجمع القمامة من الحضيق أو pick up letter from the garden pick up letter from the street يجمع القمامة من الشارع pick up letter from at night في الليل أو ليلا at night at night at night give up برضو مهمة جدا يبطل يقلع عن يستسلم ييأس give up give up give up ممكن تجيب بعدها فعل مضاف له ing give up studying يبطل مذاكرة give up playing يبطل لعب يقلع يستسلم ييبطل لعب give up working يبطل شغل give up يبطل يستسلم يقلع عن over the vacation أثناء الأجازة أو خلال الأجازة over the vacation over the vacation جزء من part of part of part of جزء من طبعا دي النقاط الأساسية في النصوص تعال نقرأ النصوص النصوص ممتعة جدا وجميلة جدا ودي هتكون آخر حاجة معنا النهاردة لأن الجرامر هنسيبه للساشن الجاي والحل والكلام ده فالنصوص مهمة جدا مهمة جدا مهمة جدا وهي اللي هتخليك تكتب وهاتخليك تحل المحادسة مهمة جدا كل اللي فات ده هنطبقه هنا فركز في النصوص النصوص عبارة عن مجموعة من الأطفال بيتكلموا كل واحد منهم بيتكلم عن وعمل ايه في وده أهم موضوع النهاردة وده اللي بيجي على اتكلم عن العطلة الصيفية بتاعتك فتعالا نبدأ بعمر نبدأ بعمر ونشوف عمر قال ايه واضح ان ده ايه ان ده منشور عمر كاتبه كان يبقى الصف ده ماضي خلاص احنا خلصنا الأجازة خلاص فبحكي بقى كان كان رائعا عجبتني الجملة وياريت انت كمان تبدأ بها حنستخدم خلاص لان ده حاجة خلاص اتفقنا عدد خلصت ايه ده يا مستر كل يوم ده مضارع لا ما هو ده الجرامر اللي هناخده بها السيشن الجاي عادي انا كنت بلعب كرة كل يوم عادي ممكن ظروف التكرار تيجي في الباست اي بلايد فوتبول افري دي انا لعبت كرة كل يوم في البداية كنت بلعب مع بعض جيراني في الشارع فكان لعب لمجرد اللعب وخلاص بنلعب في الشارع وخلاص خصوصا ان الشارع بتاعنا خلاص انا مش هاول ماضي تاني بقى خلاص ما رحنا واستمتعناها كثيرا وكنا بنحب ان نتخيل نتخيل ايه بقى وحنا بنلعب اننا لعبة كرة مشهورة احنا بنلعب كده كل واحد فينا بيتخيل نفسه محمد صلاح بقى مش عارف ابو تريكا كده بعد كده جي ولد جديد انضم لينا ايه اللي انتو بتعملوه ده مطروحو النادي he told me about a football club اخبرنا عن او اخبرني عن a football club نادي كرة in our area في المنطقة بتاعتنا بدل الشارع تعالوا نروح نادي one afternoon وفي يوم بعد الدور i decided to انا قررت ان go to the club ان انا اروح النادي there were lots of boys هناك بقى كان يوجد lots of boys الكثير من الاولاد playing in two teams بيلعبوا في فريقين and i watched them وشاهدتهم for a while لبعض الوقت then the coach بعد كده المدرب saw me and asked if i played football too قال لي انت بتعرف تلعب كرة do you want to try playing هل تريد ان تجرب اللاعب with the team مع الفريق he asked فانا رضيت وقلت له of course i did طبعا طبعا عاوز اجرب the coach watched me الكابتن شافني kick the ball وانا بقركل كرة and said وقال i was a talented football player ان انا لاعب كرة قدم هاي وله talented موهوب he asked me طلب مني to join the team ان انا انضم للفريق for the next six weeks خلال بقى الست اسابيع التالية i played with my neighbors in the morning انا برضو من ستش جراني والشارع كنت بلعب معهم الصبح i played with my neighbors in the morning and then وبعد كده with the team مع الفريق at the football club في نادي كرة القدم in the afternoon في فترة بعض الضهر الصبح في الشارع مع جراني وبعض الضهر مع الفريق it was very tiring فعلا حاجة tiring متعبة بتراضي دول وبتلعب مع الفريق متعبة tiring but really fun بس برضو ممتعة احنا بنتكلم في لعب كور at the end of the summer في نهاية الصيف قلتلك at the end of في نهاية we took part in شاركنا في a tournament بطولة I was nervous أنا كنت متوتر أول مرة ألعب في بطولة I was nervous about it كنت متوتر بخصوص الكلام ده but excited بس متحمس I tried my best فكرها بذلت وقصارها جهدي and scored three goals وأحرزت ثلاثة أهداف our team won the tournament فارقنا فاز بالبطولة it was an amazing end وكانت نهاية مذهلة to the summer للأجازة طبعا بنانا على اللي أرينو بيقولك give a suitable title عجبني السؤال أعطي عنوانا مناسبا for the passage للقطعة عنوان مناسب للقطعة هو الرجل قالك عمر's summer vacation activities أنشطة أجازة عمر الصيفية طيب what did the coach ask عمر to do هو الكابتن المدرب طلب من عمر إيه طبعا he asked him to join أن ينضم to join the team أن ينضم للفريق طلب منه أن هو ينضم للفريق أو to try playing with the team يجرب اللعب مع الفريق حنيجي للبنت دي برضو هتتكلم على السمر بتاعتها وإزاي قضت السمر بتاعتها starting a local group تكوين تكوين إنشاء مجموعة محلية to collect litter لجمع القمامة I noticed that أنا لاحظت أن there were too many empty cans إن في علب كتير فضية كده مرمية and chocolate bar wrappers wrapper اللي هو الغلاف أغلفت شوكولاتة on the streets في الشارع شارع مش نضيف cans wrappers on the streets in our city في الشوارع بتاعت مدينتنا last summer الصيف الماضي I decided to حلوة قوي أنا قررت أن تيجي كتير بيجي بعدها infinitive أو فعل بدون إضافات do I decided to do something about it قررت أن أقوم بشيء بخصوص الكلام ده أو الموضوع ده I didn't want to أنا لم أريد and wait for ينتظر أجيب بعدها أنا باستني إيه wait for wait for the adults أنا ما كنتش عاوزة أستنى لسه الناس الكبيرة to clean up إن هما ينظفوا our streets شوارعنا أنا لسه أستنى I أنا نشاطها بقى إيه في الصيف I made some posters أعددتوا صممتوا بعض الملصقات to ask young people أطلب من الشباب to join my group إن هما ينضموا للمجموعة بتاعتي four people came to our first meeting أو الاجتماع لنا لقينا أربعة جيين we picked up وفعلا جمعنا litter قمامة from one part of the city من جزء من المدينة put it in bags وضعناها في أكياس and talk it to the recycling center وخدناها على recycling center مركز إعادة التدوير the week after that الأسبوع اللي بعد كده eight people came جي تمانية and then وبعد كده and then after that وبعد كده there were twelve of us بقى في مننا اتناشر كل شوية بنزيد the group grow and grow المجموعة كبرت وكبرت over the vacation على مدار الأجازة والعطلة and now it has 24 members ودلوقتي بقى فيها 24 member يعنى عضو هجمعها members أعضاء member عضو وبعد كده البنت الفولنتير المتطوعة دي مضت اسمها تحت Elsa Southburg Australia المدينة بتاعتها والدولة بتاعتها طيب عندنا الولد الجميل ده تعالى نشوف عمل ايه هو كمان في الأجازة الولد ده شكله كده بيحب النت والحاجات دي هشتغل على AI artificial intelligence الذكاء الصناعي writing stories كتابة قصص using AI بس هل AI الزكاء الصناعي هيكتب لنا حاجة زي البشر بالظبط تعالى نشوف last summer الصيف الماضي I did something really fun أنا عملت حاجة ممتعة للغاية I took part in شاركت في جال تاني take part in يشارك في took part in شارك في a project مشروع او نشاط where young people حيث الشباب write stories بيكتب قصص using AI باستخدام AI because computers write them لأن الكمبيوترات هي اللي بتكتبهم فعلشان كده we had to check كان لازم برضو نفحص الكتابة to make sure make sure نتأكد make sure that there were no mistakes إن مفيش أخطاء in them في القصص دي الكمبيوتر هو اللي كتب فأنا مش هعتمد عليه أنا لازم برضو أراجع check before I started قبل ما بدأت I didn't know that AI ما كنت شعرف إن AI الذكاء الصناعي can write really good stories ممكن فعلا يكتب قصص جيدة you imagine that only people can write stories انت بتتخيل كده إن الناس بس هما اللي بيكتبوا قصص but AI بس الذكاء الصناعي can give a helping hand ممكن هو كمان give a helping hand علشان خطر التعبير ده give a helping hand ممكن يمد يد العون I was surprised أنا كنت مندهش most of the stories I read I read read مش read معظم القصص اللي قارتها were fine كانت fine جميلة رائعة but sometimes بس أحيانا I found something strange حيانا كده كنت بلاقي حاجة غريبة إنذم في القصص دي for example على سبيل المثال الذكاء الصناعي في مرة كتب لي قصة وعمل لي قصة والشمس ما بتغربش أبدا صبح وليه للشمس موجودة دي حاجة غير طبيعية وغير عادية there was one story كانت في قصة where the sun never sets حيث الشمس لا تغرب أبدا of course بالطبع that's not possible الحاجة دي مش ممكنة ما تحصلش so I changed the part of the story فأنا غيرت الجزء من القصة في جزء من القصة أنا عدلت فيه وغيرته طبعا ده ليون في منشستر في أوكاي في المملكة المتحدة what did Elsa find on the streets هي Elsa لقت اي في الشوارع البنت اللي كانت في الأول she found empty cans علب فضيب and chocolate bar rappers طيب how many members are there in the group now كما عدد الأعضاء members are there in the group now اللي في المجموعة دلوقتي كنا قلنا 24 صح 24 members 24 عضو تعال كده نشك 24 members صح طيب تعال نشوف البنت دي عملت ايه في الأجازة البنت دي طالبة بس في الأجازة بقت مدرسة teaching adults وبتعلم الكبار to read and write Arabic ان هما يقروا يكتبوا عربي زي كده محو أمية two months ago منذ شهرين I started أنا بدأت helping out at المساعدة في بابا التعبير دا يا بابا help out at helping out at a project المساعدة في نشاط in my city في مدينتي in this project في النشاط ده young people like me باب الصغير اللي زي help adults بيساعد الكبار who can't read and write Arabic اللي ما بيراش ولا بيكتب عربي my partner شاركتي يعني الست اللي أنا توليت تعليمها was mrs. عز and she was very nice وهي ست لطيفة وجميلة جدا first أولا we locked at the alphabet together بصينا على الحروف مع بعض I said the sound of each letter كنت بقول صوت كل حرف and mrs. عز repeated و mrs. عز repeated تكرر ورايا sometimes she nearly gave up أحيانا كانت فعلا خلاص بت gave up بت تستسلم but then I said things like بعد كده أنا كنت بقول حاجات زي إيه بقى تشجيع كنت بقول لها يا mrs. عز you're doing really well you're doing really well ده انتي مدهشة ده انتي شغالة كويس don't stop now لا ما توقفش دلوقتي it was fun to be a teacher البنت بتقول كانت حاجة ممتعة it was fun to be a teacher ان انا بقى teacher مدرسة بص بص instead of بدلا من هنكمل بعدها طيب instead بس اوعد كن نسيد instead بس بدلا من ذلك بقول هواسكت طيب instead of بدلا من اجيب بعدها noun اسم او verb فعل مدفله ing جيب فهي قالت كانت حاجة ممتعة ان انا كون مدرسة بدلا من الطالبة جي اسم حاجة ممتعة ان انا بقى مدرسة بدلا من طالبة خصوصا لما اجي بقى واسأل ها ولها الحاجات اللي بتتعمل فيها كنت بعملها فيها عملت واجب كل اسبوع ده يا مساس عزة او لما اجي اقولها what did you learn yesterday what did you learn yesterday اه تعلمتي ايه بارح it was great كانت حاجة رائعة to help مساس عزة ان انا اساعد مساس عزة learn something new انها تتعلم حاجة جديدة وبعد كده البنت مضت اسمها جميلة مدينتها لكسر ايجيبت مصر اه هنا بيقولك الكلام اللي انا كنت بقوله لك في الاول اللي هو علشان تعرف معنا كلمة جديدة اول حاجة حدد نوع الكلمة هل هي noun اسم زي مثلا بيتلاقي الاسم قبله ا او 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 ذا هل هي الكلمة دي صفة اصفة بتصف اسم بتصف شيء بيجي وراها زي موهوب طيب هل الكلمة دي فعل والفعل ده بيصف اكشن ايه الحاجة اللي بتتعمل الفعل ده حاجة بتتعمل لعبت طيب هالي الحاجة دي و الظرف بيصف الفعل الحاجة بتتعمل ازاي هل هي بسرعة ببطء بطريقة جيدة بكسل فالكلمة دي ظرف فمعرفتك لنوع الكلمة هيسهل استنتاجك للكلمة فهنا بيعمل يعني زي خفيفة كده بيقولك طيب دي سايدد فرب وكلاب ناون اسم طيب الكوتش ناون الكابتن اسم طيب واشت مي شاهدني كيك بأركل الكرة كيك هنا فرب فعل I was a talented football player talented موهوب talented صفة adjective طيب player player لاعب نوعها player noun اسم اعلى نبص على التمارين اللي بعد كده على الفوكاب طيب can you a how life in space is اركز كده معي ممكن توقف الفيديو وتجاوب وده الافضل وترجع في اي وقت تاني بتكمل الفيديو وبتشوف اجابتك تطابق اجابتك معي check your answers طيب can you a how life in space الحياة في الفضاء can you imagine ممكن تتخيل طيب زي مين trained trained ياولاد يعني درب the football team فريق الكرة well جيدا before the final match قبل المباراة النهائية فده شغل الكوتش الكوتش المدرب he is a basketball player هو لاعب كرة سلة ايه he always wins دايما بيفوز and scores many goals وبيحرز اهداف كتيرة فده واحد talented موهوب talented basketball player we have a lot of free time احنا عندنا وقت فراغ كبير جدا for activities للانشطة on our الانشطة اللي هنعملها on our on our vacation في اجازتنا i use a colorful ايه ترى انا باستخدم ايه كده ملون to rap علشان اغلف the present الهدية فانا باستخدم rapper غلاف علشان اغلف الهدية for my mom's birthday ليعيد ميلاد ماما how many goals كما عدد الاهداف did عمر اللي عمر طالما اهداف يبقى اللي عمر احرزها score in the tournament في البطولة i had to am i writing انا كان لازم ايه كتبتي to make sure علشان اتأكد that there were no mistakes اني مفيش اخطاء فانا كان لازم افحص واراجع check Elsa noticed problems لحظة مشاكل and made changes وعملت تغيرات to eat them to solve them ليتحل المشاكل solve يحل solve problems doktor's job وظيفة الطبيب is a but it's very important بس هي مهمة برضو for the community للمجتمع فهي وظيفة tiring متعبة you should use a strong password لازم تستخدم كلمة مرور قوية to stay لتبقى ايه online safe آمل who is the funniest a in your family مين اكتر ممتع فعلتك قالوا my younger brother اخوي الصغير يبقى member اكتر عضو مضحك مسلي my favorite a on the vacation is to volunteer ان انا اطوع at the community garden في حديقة مجتمعية فده ال favorite activity النشاط المفضل we should say لازم نقول ايه things اشياء ايه to help and support people علشان نساعد ونساند الناس to continue working علشان يكملوا شغل فالمفروض نقولهم حاجات positive يا ولاد ايجابية don't give يا حبيبي في حاجة معروفة اسمها give up يقلع يبطل ييقس يستسلم don't give up لا تيقس لا تستسلم you're doing a great job انت بتعمل حاجة جميلة الحاجة طبعا دي او الكلام اللي انا بقوله ده positive ايجابي we are happy to طبعا طبعا معروفة take part in يشارك فيه احنا مبسوطين اننا بنشارك في this interesting school project احمد didn't drink coffee احمد مشربش قهوة he drank juice وشرب عصير اوعى تقوله instead of بدلا من اللي بتيجي فيه اخر الجملة التانية instead بدلا من ذلك طيب عندنا بعد كده اخر حاجة اللي اتخلصنا خلاص وبعد كده الجرامر الحصة الجاي بعد كده يقطال عندنا ثلاث اسئلة ركز فيهم برضو علشان سؤال محادثة اول سؤال بيقولك which يعني اي which activities اي انشطة دي اداة الاستفام والفعل المساعد بتاعنا do which activities do you الفاعل اي انشطة انت do بتؤديها in the summer vacation في العطلة الصيفية فواحد رده قال i play in tournaments انا بلعب في بطولات and i help out at واساعد في my family's workshop ورشة العيلة الاثنين طيب which activities قلنا اي انشطة بس مش هقولك do you do لا هقولك would you like to do تود ان تفعلها نفسك تعملها which activities would you like to do فالرد مثلا i'd like to انا اود ان volunteer at اتطوع في a community garden حضيقة مجتمعية ليه to help other people علشان اساعد الناس التانية make their local area better يخلوا المنطقة المحلية بتاعتهم افضل هنا بقى سؤال ماضي علشان قلتلك did what did you do ماذا فعلت in the summer vacation في العطلة الصيفية عملت ايه في الاجازة الصيفية سؤال حلو قوي ممكن يتسئلك في المدرسة في قوي اليوم what did you do in the summer vacation عملت ايه في اجازة الصيف طبعا سألنا ماضي فهجاوب ماضي I held my grandma in her garden على سبيل المثال انا ساعت جدتي في حديقتها ويحنا انا وجدتي we planted زرعنا lots of flowers الكثير من الظهور احنا خلصنا session النهاردة session اللي جاي هيكون عندنا grammar past simple tense هو حاجة معروفة فانا هشرح لك كلام يعني انت already ان شاء الله هتكون عارفه بس انا هفكرك به وكمان هيكون في حاجة صغيرة كده جديدة هنحل التمارين بتاعت الدرس هيكون عندنا paragraph هنقوله طبعا زي ما انتم متعودين قبل كده ان احنا كل paragraph بنعرضه قدامك وبتاخد ليه screenshot فهيكون عندنا paragraph مهم جدا summer vacation activities انشطة العطلة الصيفية انا بشكرك جدا لمشاهدة وبشكرك ان اتكملت معايا الفيديو ليه الاخر هتوحشني كتير جدا ان هل هتستيشان الجاي ان شاء الله ودلوقتي ابطال هقولكم سلام goodbye bye